أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجدوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من عمره على من يجاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وأحين تسرحون وتحملوا أتقالكم إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشيق الأنفس وإن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميل لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إنا في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يقلون وما ذرع لكم في العرض مختلفا ألوانه إنا في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلثم وواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم يهتدون أفمن يخلقوا كمن لا يخلقوا أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسعون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا سأما يزيرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القوائل فخرى عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فعلقوا السلم ما كنا نعمل من شوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها العنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجهي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ونحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن أن يبودوا الله واشتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إذ تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا هو أن نقول له كن فيقون والذين هاجلوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأزروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بموجزين أو يأخذهم على تغوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ذلا له عن اليمين والشمائل شجدا لله وهم داخلون ولله يجد ما في السماوات وما في الأرض من دبة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مشكم الظر فإليه يشعرون ثم إذا كشف الظر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعدون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تركا عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا ألسنتهم الكذب أنى لهم الحسنى لا جرم أنى لهم النار وأنهم مفراطون حتى الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم واليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبينا لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إنا في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإنا لكم في الأنعام العبرة ترسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن الثمرات النخيل والأعنابل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إنا في ذلك لآيات لقوم يقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل السمرات فشلوك شبولا ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إنا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفب نعمة الله يشهدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تذربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في الجو السماء ما يمسكهن إلا الله إنا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلقا ذلالا وجعل لكم من الجبال أكلانا وجعل لكم سلابي لتقيكم الحرى وسلابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذ رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخففوا عنهم ولا هم ينظرون وإذ رأى الذين أشركوا شركاؤهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بأهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت أزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يغل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا الشوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفدوا وما عند الله باق ولنزينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلن نحيينه حياة طيبة ولن نزيينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدن آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلموا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وتمعهم وبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليكم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الشوء بالجهالة ثم تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكدا لأنعمه اشتباه وهداه إلى شراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت أو على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن الله عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقدتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للسابرين واسبروا وما سبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ذيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم